في إطار جولته في المحافظات الجنوبية وللإطلاع على الأوضاع المأساوية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة زار وزير الأوقاف وشؤون الدينية الشيخ حاتم البكر عائلة نبهان من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي دمر الاحتلال منزله مؤخرا لتعيش هذه العائلة مأساة تشرد حقيقية بكل ما تحمل الكلمة هذه العائلة نكبت بنقبة كبيرة تم هدم بيتها وأيضا هذه الأسرة هي أسرة فيها حالات خاصة متعددة تقريبا خمس حالات خاصة من الاحتياجات الخاصة أيضا هذه الأسرة فقيرة وأوضاعها صعبة جدا وهناك حالة مأساوية تعانيها هذه الأسرة نشكر سيادة الوزير على زيارته نشكر أبونا الرئيس دولة فلسطين سيد أبو مازن نشكر جميع من اهتم فيهم ونطلب المزيد المزيد لهذه العائلة لأنها الكل يعرف حالتها والكل يعرف إيش صار وبناء على توجهات السيد الرئيس ورئيس الوزراء قدم الوزير البكري مساعدة طارئة لعائلة نبهان في محافظة شمال غزة تضمنت استئجار شقة سكنية للتخفيف من مأساتهم بعد أن فقدوا منزلهم خلال العدوان نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومن خلال صندوق الزكاة الفلسطيني قررنا استئجار بيتا لهذه الأسرة لمدة عام حتى تتمكن إن شاء الله من إعادة حياتها الطبيعية إلى سابق أهدها وأيضا تتمكن هذه الأسرة من خلال المؤسسات الأخرى المعنية بإعادة الإعمار حتى تتمكن من إعادة إعمار بيتها هذه الأسرة التي بصراحة وبصدق تعاني من خمس أشخاص ثلاث بنات وشبان حالات نفسية مضمرة حالات لهوة جسدية متعبة منهكة شلل في كافة الأطراف وتم هدم بيتهم وتبع وزير الأوقاف خلال جولته سير الامتحانات الهائية لطلبة الكلية الشرعية في مدينة غزة بينما اطلع الوزير على استعدادات وزارة الأوقاف وشؤون الدينية لتسيير رحلات الحج والعمر لهذا العام واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لنجاح هذا الموسم حمد أبو حطب تلفزيون فلسطين